السلام عليكم لمشاهدين اعزاء مرحبا بكم في الحلقة الثالثة مع داد الفاهين هادي يومين وداد الفاهين كي يتصل بيا وكي يعتذر على الحضور قلي غادي تكون حلقة خاصة سبيسيال وليوم بالضبط تصل بيا واكد الحضور ديالو وفي هادي الوقت ولكن شتو مازال ما جاء نتمنوا يكون المانيح خير سمعت شي حاجة هدا داد الفاهين السلام عليكم وعليكم السلام داد الفاهين شتك تعطلتي ايو اسمح لي واني زعبا قاوري فرنضي في وديالي غيوانا جاي عندك وقعتلي واحد الوقع قولا داد الفاهين وقعتليك واقعة ما شي الوقع ويه ارا هنا وقعتليك شي واقعة وانت مامت وقعها كتتوقع فيها وكتولي وقع بغيتي تقول لاداد الفاهين وقعتليك شي واقع ياك ورا ويه ايو غتعودها لنا والمشاهدي الكرام ولا ماشي في هاد الحلقة غان عودها لكم في الحلقة الجاية واخدت داد الفاهين اللي جت على خاطرك اطلبتي منين ديرو حلقة سبيسيال ياك هانيا ايه سبيسيال وسبيسياليزي وانورمال دازو زوج حويج حزوني في خاطري زوج حويج حزوك في خاطرك شكونا هوم هذا الداد الفاهين اللولا عما سيدي سمعت بللي الرئيس ديال فرنسا نازل على التقاعد دياله اللي هو ستلاف يورو مزيان ولكن في الكائن المشكيل تا في الكائن المشكيل وهدك اللي كان رئيس الحكومة ديالنا وعطوه سبعات المليون في التقاعد وما بغاش يتفك منها شد فيها بيديه برجليه وما عندنا ما نديرو هدك حقوه للا هدك حقويه وحنا حقنا فينا هو عرفتاش فكر شنو فكرت يا داد الفاهين شتين عما سيدي هادوك الوزارة انتاعنا ايه؟ وهادوك البرلمانيين ديالنا اه؟ ايه بقاوت ما نخليوهم بلايسهم نبقاو نصوطو عليهم غاهوما ايه بقاوت ما تايبوتو باش مايستافدوش من التقاعد وابلان هادا ايه؟ ايه؟ ايوه خلينا من السياسة ضد الفاهين بارك علينا دابا قولينا شنو هي الحاجة التانية اللي حزتك في خاطرك والحاجة التانية نعم اسيديه هي ذاك العجل اللي هرب ليهم في الرباط ايوه هاداك عجل هرب من القرنو كي يجريو عليه باش يشدوه تراها والدنيا كلها ضرب الناس ضرب العيالات ضرب الطنو وبيلات ايوه هاداك عجل ضايرين بيه وجهل واللي يجا قدامك ويدخل فيه ويه انا بغيتك اتعرف واحد لحاجة هاداك عجل واحد وجهل ايوه وحنا اللي ليحين علينا واحد العداد يالنا حلوف الاخين زير لبري واش عفته هو الاجهلاش كا يدير تراه كا يضرب وكا يعب وكا يدير هم كاملين والله يجيبك على خير وحيد علي الله يهنيك هه تدى الفاهيم تدى الفاهيم غضب مشا هدي نهاية الحلقة تالحلقة جديد ان شاء الله